نحن كنواب في مسل النواب العراقي لدينا سلطة وواجبات رقابية وتشريعية من ضمن واجباتنا الرقابية هي الإشراف ومتابعة وتقصي الحقائق لكل ما تجري في الدولة العراقية ومما جرت في الشهر الجاري من 10 إلى 12 من آيار عملية انتخابات مجلس النواب العراقي للأسف الشديد شابت هذه العملية الكثير من الشكوك والاتهامات وتسربت إلى مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديوهات للتزوير والتلاعب من قبل موظفين رسميين متنفذين في مكاتب المفوضية لذلك نحن كلجة النزاة النيابية ولجان أخرى قمنا بتشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة من لجنة النزاة النيابية واللجنة القانونية ولجنة الهجرة والمهجرين وتم الاتصال بالسادة في المفوضية العليا ولكن للأسف الشديد لم يكن هناك رد قمنا بإرسال رسائل تعريفية لهم بأن فلان الفلاني أنا كعادل نوري متحدث الرسمي لجنة النزاة وكذلك الرئيس لجنة تقصي الحقائق ممكن الرد ما حد رد علينا لمدة يومين لذلك نحن قمنا بإجراء زيارة ميدانية كعضاء اللجنة أنا كعادل نوري الرئيس اللجنة النائب الشيخ عبد الكريم عبطان عضوا النائبة حمدي الحسين عضوا النائبة السميع محمد عضوا النائبة اللقاء وردي عضوا لذا أجرينا زيارة قمنا بزيارة المفوضية ولكن للأسف الشديد بخلاف كل القوانين والأعراف السماوية هو القانونية والاجتماعية قاموا بصدنا من دخول مبنى المفوضية وبذلك يرتكبوا مخالفة دستورية جسيمة لم يستقبلوننا وقامت عناصر أمنية من المفوضية بمنعنا من الصعود حتى إلى المصعد طلبنا منهم أن يأتي إلينا أحد من أعضاء المفوضية للتباحث ولكن للأسف الشديد امتنعوا حتى عن إرسال أو تكلف واحد من أعضاء المفوضية قلنا لهم نحن وجاين بكتاب رسمي أتينا بكتاب رسمي لجنة رسمية من مثل النواب العراقي نرجو أن تجيبونا على هذا الكتاب لم اجتمعوا حول الموضوع ولم يوجد وامتنعوا عن إجابة اللجنة بكتاب رسمي قلنا للمرة الرابعة ما يخالف يعني لا بأس لكن حتى لو بقصاصة لو بستيكر أنتونة فتعذر يا بعدنا اجتماع مجغولين يعني عندنا فتشي قالوا لا حتى استيكر وحتى ما أي شي ماكو فمنعنا بعد أكثر من نصف ساعة من التباحث والتداول مع الحراس ومع العناصر الأمنية نحن خرجنا من المفوضية لذلك طبعا اندل على شيء فهذا يدل على أن داخل المبنى المفوضية عملية تلاعب وتزيير لذلك طالبنا نحن كنا طبعا بمصطحبين مجموعة من الملفات التي لا تقبل الشك والأدلة كنا يعني ذاهبين إلى التحقق حول بعض الملفات التي لدينا كنا نتمنى أنه يكون هناك تكون هناك أجوة مقنعة لكن للأسف الشديد هم علموا بأنهم لا يستطيعون أن يجيبون عن أي سؤال وعلموا بأن أدلتنا قاطعة يقينية حقيقية لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم لذلك قاموا بمنعنا عليه نطلب كلجنة تقصي الحقائق النيابية من كل الأجهزة المختصة السلطات المختصة في الدولة العراقية وكذلك الهيئات الأممية عدم الاعتراف والاعتبار لمخرجات عملية الانتخابات والنتائج التي قرئت وتليت وعلمت من قبل المفوضية العلية المستقلة للانتخابات إخواني أخواتي من أركان وقيم عمل المفوضية العلية هي الاستقلالية المفوضية الآن استقلالية مشكوك فيها إحدى القيم الأخرى الأمانة هم الآن غير أمينين وغير أمناء على الأحزاب وعلى صوات الشعب إحدى النقاط الأخرى هي الشفافية ونزاهة إذا أوصدوا أبوابهم أمام لجنة تقصي حقائق النيابية ولجنة نزاهة فمن يستطيع الوصول إلى هؤلاء؟ أين الشفافية ونزاهة؟ الصدق إحدى القوانين التي ألزم أنفسهم بها مطابقة النتائج قبل إعلانها أعلنت نتائج لمحافظات عدة وكانت نسبة المطابقة صفر بالمئة ترجمة نانسي قنقر